الكتاب الذي بين يدي الكافي الكافي الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى بسنة فالغيبة الأولى انتهت سنة 329 للهجرة والكليني توفي سنة 328 للهجرة على ما نعرفه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران باب في الغيبة صفحة 380 إنه الحديث 11 بسنده بسند الكليني عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث مرارا وكرارا قرأته عليكم حديث الرايات الشيعية العراقية المشتبهة التي لا يدرى أي من أي هذا حديث عن رايات شيعية في العراق المفضل ابن عمر عراقي كوفي جعفي هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه ولترفعنا ولترفعنا ثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي المفضل يقول فبكيت فبكيت الإمام الصادق قال له ما يبكيك يا أبا عبد الله كنية المفضل المفضل يكن بأبي عبد الله ويكن بأبي محمد فقال الصادق صلوات الله عليه ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت جعلت في ذاك كيف لا أبكي وأنت تقول إثنة عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي ما مر في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج يخبرنا عن هذه الحقيقة في أرض العراق إن لم تكن هذه الرواية تتحدث عن أيامنا هذه بالضبط وبالدقة فإن الذي يجري في العراق الآن مماثل بالتمام والكمال للذي تتحدث عنه الرواية ربما الرواية تتحدث عن زمن قادم لكن الذي يجري على أخذ العراق بالضبط مثل ما تتحدث الرواية رايات شيعية عراقية وتحديدا في الكوفة مراكزها في الكوفة ابتداء من أهم راية وهي الراية السيستانية راية المرجعية العليا وهي الأكثر ضلالا لا يدرى أي من أي المفضل يقول للصادق صلوات الله عليه بعد أن قال له إمامنا الصادق ما يبكيك يا أبا عبد الله يقول له جعلت في ذاك كيف لا أبكي كيف لا أبكي وأنت تقول إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي كلها ترفع شعارات لمحاربة الفساد وهم غاطسونها في الفساد من سقوف عمائمهم إلى أخامص أقدامهم وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس نافذة صغيرة مكان يمكن للإنسان أن يرى ضوء الشمس وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس فقال أبينة هذه هذا ضوء الشمس الذي يحكي عن الشمس أبينة هذه الإمام يسأل عن الشمس فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس لماذا تبكي يا مفضل أمرنا أبين من هذه الشمس عليك أن تشخص رايات الضلال هذه وبعد ذلك عليك أن تبتعد عنها ولذا فإننا هنا في مؤسسة القمر لثقافة والإعلام نبايع البيعة براءتين ونتبرأ البراءتين البيعتان بيعة الغدير الأول بيعة علي وبيعة الغدير الثاني بيعة القائم والبراءتان براءة من سقيفة بني ساعدة وبراءة من سقيفة بني طوسي بيعة الغدير الأول بيعة الغدير الأول بيعة الغدير الأول التي لا يدرى أي من أي من راية سيستانيها إلى راية دعوتها إلى راية شيرازيها إلى كل الرايات براءة من سقيفة بني ساعدة وبراءة من سقيفة بني طوسي هذا هو ديني والإنسان حر بدينه إذا كنتم تكفرون بديني فأنا كافر بدينكم لكم دينكم وليه ديني إمامنا وضع لنا قاعدة واضحة أمرنا أبين من هذه الشمس هذه الرواية ذكرها الكلين في الباب نفسه الحديث الثالث عن المفضل بن عمار الإمام هنا بحسب ما نقل المفضل ويبدو أن الكلمة الأصل هي هذه فهذا أسلوب الأئمة في الحديث إلا أن يكون الحديث قد دار مرتين الإمام أصادق هكذا يقول والله لأمرنا أبين من هذه الشمس والله قسم واستعمل الإمام لام التوكيد لام الابتداء بعد القسم هذه اللام التي تأتي في سياق القسم يقال لها لام الابتداء يقال لها لام التوكيد يقال لها لام القسم أكانت توكيداً أكانت ابتداءاً أكانت قسماً هي لتأكيد المعنى وتشديده وتحقيقه والله لأمرنا أبين من هذه الشمس فكل الرايات ما هي ببينة لا تملك الحقيقة الواضحة الحقيقة الواضحة في الجهة البينة التي بيانها بيان محمد وآل محمد فابحثوا عنها فابحثوا عنها لأن الإمام يقول لنا من أن الرايات التي لا يدرى أي من أي الراية السستانية التي قائدها صاحب الراية فيها السستاني نفسه هو الذي ضلل الشيعة بهذا المنهج الضال من أن النواصب أنفسنا وتفرع على هذا ما تفرع من الضلال العقائدي ومن الضلال الفتوائي ومن الضلال العملي ومن الضلال السياسي ومن الضلال بكل أشكاله وألوانه الراية هذه هي التي قائدها وصاحبها يختلي بعمر موسى كي يرسل من خلاله إلى رؤساء العرب النواصب أن يلقوا بالشيعة في أحضانهم في أحضان الوهابية والنواصب وترتب ما ترتب على هذا من مخططات النواصب والوهابيين حتى وصل حال الشيعة إلى ما وصل إليه في العراق وغير العراق الحديث عن شيعة العراق وعن رايات الضلال المشتبهة والتي أولها راية السيستاني راية الضلال الأكبر الصادق يقول والله لأمرنا أبين من هذه الشمس أمرنا أبين من هذه الشمس كيف نتبين ذلك أنا لا أفرض عليكم ما أعتقده وإنما أعرض بين أيديكم وأنتم احترموا عقولكم إن بخي شيء منها فعملية إخصاء العقول في الواقع الشيعي قد بدأت منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حين أسس شيخ الطائفة محمد بن حسن الطوسي حوزة النجف المشؤومة منذ ذلك الوقت وعملية إخصاء العقل الشيعي مستمرة على أي حال هذه مشكلة الشيعة هذه مشكلتي ومشكلتكم أيضا سلمنا رقابنا لهؤلاء السفلة الذين يقال لهم نواب صاحب الزمان هؤلاء الذين يصفهم صاحب الأمر في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية واثنعش للهجرة بأنهم السباريت من الإيمان سباريت يعني سرابيت لا إيمان عنده السباريت من الإيمان مراجح العظام السرابيت سرابيت باللهجة الشعبية العراقية السباريت من الإيمان لا أريد أن أتشعب كثيرا فلطالما حدثتكم وحدثتكم في هذه الجهات وبرامجي كثيرة والوثائق فيها كثيرة بإمكانكم أن تتابعوا هذه الشاشة أو أن تعودوا إلى الإنترنت سأقف عند كلمة إمامنا الصادق صلوات الله عليه والله لأمرنا أبين من هذه الشمس سأعرض لكم طريقتي في فهم كلام إمامنا الصادق وأنتم أحرار هل تقبلون بها أو لا تقبلون تلك مشكلتكم ما هي مشكلتي أنا أضع الحقائق بين أيديكم وأقول لكم بعد ذلك في أمان الله نذهب إلى فاصل عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من تكلم في الله هلأ ومن طلب الرئاسة هلأ ومن دخله العجب هلأ اشتدت مؤونة الدنيا والدين فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده يا بني إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها وعليك بالجد ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته فإن الله لا يعبد حق عبادته وإياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك وإياك والضجر والكسل فإنهما يمنعاني حظك من الدنيا والآخرة الكتاب الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة باب التوقيعات إنه التوقيع المعروف توقيع إسحاق بن يعقوب لا أريد أن أقرأ التوقيع بتمامه وكماله فلقد قرأته مرارا وكرارا وشرحته مرارا وكرارا من جهات وحيثيات مختلفة في برامج المتوفرة على الشبكة العنكبوتية صفحة 510 إنه الحديث الرابع بسنده بسند الصدوق عن إسحاق بن يعقوب الذي وجه رسالة إلى إمام زماننا فيها مجموعة من الأسئلة الضرورية والمهمة جدا الإمام كتب بخطه جواب هذه الأسئلة وأرسلها إلى إسحاق بن يعقوب عبر السفير الثاني العمر الثاني رضوان الله تعالى عليه المضامين التي وردت في التوقيع الشريف تشتمل على أمور يشترك فيها جميع الشيعة ولكن هناك نقاط دالة نستطيع من خلالها أن نميز أن نميز الجهة التي تمثل أمرهم الذي هو أبيان من الشمس مثل مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه كما قرأت عليكم من الكافي والله والله لأمرنا أبيان من الشمس هذا التوقيع الشريف توقيع إسحاق بن يعقوب مراجع الشيعة يعبثون به يضعفونه الخوء مثلا يضعفه السستاني مثلا يضعفه يرفضه بالنسبة لي الصواب في خلافهم الصواب في خلاف الحوزة الطوسية حينما أجد شيئا يضعفه الخوء يضعفه السستاني فإن الحق في ذلك الشيء لأن تضعفهم لأحاديث أهل البيت منهج شيطاني يتبعونه الخوء هنا مثال والسستاني هنا مثال وإنما أشرت إلى الخوء لأنهم يقولون عنه من أنه هو الأعلم على طول زمان الغيبة زمان الغيبة الطويلة زمان الغيبة الكبرى هم يقولون هكذا وإلا فالخوء صورة عملية وتطبيقية لمنهج لمنهج البخاري رجالا ولمنهج الشافعي فقها وأصولا ولمنهج المعتزلة عقائدا وتفسيرا وهذا هو حال محمد باقر الصدر لكنه يضيف إلى كل ذلك الضلال القذارات القطبية والأخوانية ينقع كل ذلك الضلال في قذارات حسن البنى وسيد قطب وكذا هو السيستاني على نفس ضلال الخوء قد تجدون الكلام شديدا لكن الحقيقة هي هذه على الأقل بالنسبة لي لا أبالي بالآخرين الأخرون أحرار بعقائدهم وأنا حر بعقيدتي لكنني لا أتكلم من فراخ أنا أتكلم وقد وضعت الأدلة والبراهين والحقائق بالمئات في مئات ومئات من الساعات تبث ليلة نهار عبر هذه الشاشة وهي موجودة ليلة نهار على الشبكة العنكبوتية إذا كان أحد منكم يريد أن يبحث عن الحقيقة بنفسه فليبحث سيصدم سيصدم لكثرة الحقائق ولقوة البراهين والأدلة والحجج والوثائق على أي حال الصواب في خلاف السستاني الصواب في خلاف الخوعي الصواب في خلاف الحوزة الطوسية الأصولية المرجعية البترية الصواب في خلاف هؤلاء الرشاد في خلافهم هذه القاعدة أنا لا أعمل بها مع المخالفين لأنني لا أحتاجها لا شأن لي بالمخالفين لا من قريب ولا من بعيد مشكلة مع هؤلاء مشكلة الشيعي مع الحوزة الطوسية الخبيثة المرجعية البترية القذرة هؤلاء هم يمثلون سقيفة بني ساعدة وهؤلاء هم يمثلون المنهجة التقصيرية الناصبي لذا فأنا معتاج لتطبيق هذه القاعدة مع هؤلاء ويها الشكولات الصواب في خلافهم والرشاد في خلافهم وهذا الكلام أقوله عن تحقيق وتدقيق لا أقوله لموقف مزاجي أو لحالة نفسية طارئة أو لغضب ما هذا الكلام أقوله وأنا مسؤول عنه الصواب في خلاف هؤلاء الرشاد في خلافهم قطعا هذه القاعدة لا يعمل بها في كل الأحوال وإنما هناك مساحات يعمل بها ونستطيع أن نستفيد منها مصداق من هذه المصاديق هذا التوقيع الشريف الذي يضعفه الخوئي ويضعفه السستاني وسائر المراجع الآخرين هنا نعمل بهذه القاعدة الصواب في خلاف هؤلاء الضالين في خلاف هؤلاء الجهلة السفلة الذين ينكرون أهم توقيع وصل إلينا من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في آخر التوقيع في آخر التوقيع ماذا يقول إمام زماننا وهو يوجه الخطاب إلي وإليكم والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى إسحاق بن يعقوب لا شأن لنا به شيعي يسلم عليه الإمام هنيئا له الكلام هنا وعلى من اتبع الهدى هذه العبارة حينما ترد بحسب لحنهم بحسب معارض كلامهم إما أن ترد لبيان ضلال الذين يقصدون بها إذا كان الكلام موجها لمجموعة معينة لجهة معينة وإما أن يكون المراد مثل ما هنا حينما جاءت العبارة في آخر رسالة مهمة تشتمل على الكثير من المطالب المهمة الإمام يريد أن يقول لنا ما جاء في الرسالة هذه علائم الهدى على الطرقات توضع علامات المرور علامات السير كي ينتفع الناس منها في سيرهم في حركتهم الإمام هنا في هذا التوقيع الشريف وضع لنا علامات إنها علامات المرور علامات السير المهدوي علينا أن نتفحصها بالنسبة لي إنني أتفحص طريقي عبر هذا التوقيع لكما يفعل سيستانيكم وأمثاله من البتريين يضعفون هذا التوقيع الشريف علائم السير في طريق إمام زماننا قد وضعت في هذا التوقيع الشريف ولذا فإني سأمر عليها لا أدري هل تكفي هذه الحلقة أنا أحاول الإختصار والإجازة بقدر ما أستطيع أريد أن أجمع الكلام في حلقات محدودة حتى لا يقال من أن عدد الحلقات كثير يصعب أن نتابع كل الحلقات سأختصر المطالب في عدد محدود من الحلقات تحت هذا العنوان كلام لابد أن يقال أعود إلى التوقيع الشريف فالإمام سلم على من اتبع الهدى سلم على إسحاق والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى علامات السير في الطريق المهدوي قد وضعت في هذا التوقيع كما قلت قبل قليل فإن التوقيع الشريف هذا يشتمل على الكثير من المطالب منها ما هو مشترك بين الجميع ومنها ما لا نستطيع أن نتبينه بوضوح ولكن هناك علامات أساسية وضعها إمام زماننا في هذا التوقيع الشريف بإمكان الجميع أن يتبينوها لأنها تميز الرايات تميز الرايات الشيعية من خلال هذه العلامات نستطيع أن نميز الرايات وأن نميز الاتجاهات وأن نميز الجهة التي يستع فيها أمر محمد وآل محمد بنحو بيّن كالشمس والله لأمرنا أبيّن من الشمس ماذا جاء في الكتاب الكريم في سورة طاها وفي الآية الثانية والثمانين بعد البسملة من سورة طاها وإنّي لتأكيد المعنى لتأكيد المعنى وإنّي لغفّار ولام للتوكيد هذه لام الابتداء ولام التوكيد غفّار مبالغة لغوية ليس هناك من صيغة مبالغة من جهة المعنى يمكننا أن ننسبها إلى الله لكن من جهة اللغة من جهة الصرف من جهة الهيئة والبناء والتكوين للكلمات لا من جهة الدلالة العقائدية الحقيقية لا توجد صيغ مبالغة مع الله ولا توجد صيغ مبالغة مع محمد وآل محمد نعم مع الأنبياء الذين هم من شيعة محمد وآل محمد يمكن أن نستعمل صيغ المبالغة مع الله لا يجوز استعمال صيغ المبالغة من الجهة العقائدية الحقائقية لغة نعم من الجهة اللغوية والتركيب اللغوي والهيئة الصرفية والدلالة البلاغية بحسب الأساليب العربية في البيان لكن من جهة العقيدة والحقيقة لا يجوز بأي وجه من الوجوه أن نستعمل صيغ المبالغة مع الله أو مع محمد وأهل محمد لأنهم وجه الله فلن نستطيع أن نستعمل صيغ المبالغة مع الله ومع وجه الأعظم وإني لغفار إني لغفار لمن تاب وآمن ألواه العاطفة وعمل صالحا ثم ثم العاطفة والتي كما يقولون تستعمل في التراخي والمراد من التراخي هناك فاصل وهناك مسافة ومساحة تقطع ما بين ما قبلها وما بعدها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا هذا كله حسن ولكن كل هذا لا قيمة له ثم اهتدى هذا الذي يتوب أليس مهتديا نعم إنها هداية بدرجة بدرجة من الدرجات وإني لغفار لمن تاب التائب هو العائد إلى الله أليست هي هذه الهداية هذه هداية ومن قال من أنها ليست هداية هذه هداية وإني لغفار لمن تاب وآمن والإيمان هداية وعمل صالحا هداية هذه هداية بعد هداية بعد هداية ولكن لا قيمة لها لا قيمة لها الهداية هي هداية علي فقط 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 حينما تمتد الخيوط إلى علي هنا هي الهداية الحقيقية التي يتحدث القرآن عنها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد ثم اهتد إليك يا أمير هكذا نقرأ في الزيارة الغديرية هذه الزيارة مروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هكذا نخاطب سيد الأوصياء حينما نزوره في النجف في يوم الغدير نقول له أشهد شهادة حق هذه شهادة نشهد بها بين يدي سيد الأوصياء أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق شهادة وقسم نحن لا نخاطب شباكا من الخشب أو من الفضة هذا الشباك كعبة نتوجه إليها ليس إلا جهة نحن نخاطب عليا نخاطب عليا الذي هو أساس الحياة وجوهر الحياة نخاطب عليا نخاطبه خطابا حقيقيا نخاطب أمير المؤمنين نحن في محضره أكنا في شرق الأرض أم كنا في غربها أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق أن محمدا وآله صلوات الله عليهم سادات الخلق وأنك مولاي يا أمير الأمراء وأنك مولاي ومولى المؤمنين وأنك عبد الله ووليه وأخ الرسول ووصيه ووارثه وأنه أن رسول الله وأنه القائل لك هكذا قال لك يا أمير والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ما آمن بي من كفر بك القرآن القرآن في سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول الخطاب لي ولكم القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة كما يقول أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة الخطاب لفظا للمصطفى معنا ومضمونا لي ولكم يا أيها الرسول بلغ 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 ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافري الذين كفروا ببيعتك يا علي في سقيفة بني ساعدة وفي سقيفة بني طوسي في حوزة النجف وأنه القائل لك يا أمير الأمراء والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم ثم اهتدى إلى ولايتك الزيارة هكذا تقول ثم اهتدى إلى ولايتك على هذا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم وهذا هو تفسير قرآنه بايعنا في الغدير أن نأخذ التفسير من علي من علي من علي وآل علي فقط 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 لا كما فعل الطوسي لا كما فعل مراجع النجاف لا كما فعل الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني والبقية الباقية من الذين سبقوهم ومن الذين يعاصرونهم الآن يعاصرون السيستاني أو سبقوه تأريخاً ومن الذين سيأتون من بعده على منهج الضلال نفسه هذا هو الواقع الشيعي بوصف دقيق ولم يهتدي إلى الله رسول الله يقول للأمير ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً واهتدى إلى ولايتك من لا يهتدي بك نحن مرة نهتدي إلى علي ومرة نهتدي بعلي ونحن هكذا نحن نهتدي إلى علي ونهتدي بعلي فحينما نقرأ في صلواتنا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم إننا هنا نريد الهداية إلى علي ونريد الهداية بعلي ومن مصاديق الهداية بعلي أن نذكره في صلواتنا كي تهتدي صلواتنا هذا من مصاديق الهداية بعلي أن نهتدي إلى علي فهو الدين كله وهو الحق كله هذه الهداية الأصل والهداية الفر أن نهتدي بعلي أن نتمسك بتفسيره للقرآن أن نتمسك بمنطقه أن نتمسك بقواعد التفكير العلوي أن نتمسك بقواعد التفهيم العلوي هذه هداية بعلي أن نذكره بعنوان الوجوب وبهذه العقيدة من أن صلواتنا من دون ذكره الواجب القطعي في التشهد الوسطي والأخير صلواتنا باطلة 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 من مصاديق أن نهتدي بعلي أن نذكره في صلواتنا وفي صيامنا أيضا في كل عباداتنا جوهر العبادة ذكر عليا صلوات الله وسلامه عليه وهنا هكذا يخاطب رسول الله أمير المؤمنين ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك هذه هداية بعلي وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك هذه هداية إلى علي إلى ولايته مرة نهتدي به ومرة نهتدي إليه إمامنا صاحب الأمر وهو يختم الرسالة بهذه العبارة وعلى من اتبع الهدى هذا هو الهدى اتباع الهدى هو هذا هو هذا الهدى التفاصيل أشار إليها إمام زماننا في التوقيع الشريف إمامنا الصادق ماذا قال والله لأمرنا أبين من الشمس أمرهم دينهم ودينهم يبينه إمام زماننا ألا نقول من أنه صاحب الأمر فهذا هو الأمر الذي يتحدث عنه الصادق من أنه أبين من الشمس والله لأمرنا أبين من الشمس إنه الأمر الذي نقصده ونعتقد به حين نخاطب إمام زماننا من أنه صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه الأحاديث هكذا أخبرتنا من أن الله إذا أراد برجل خيرا جعله على هذا الأمر على أي أمر على هذا الأمر الذي هو أبين من الشمس نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر